بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعيد افتتاح مركز لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير في قضاء الكورة شمالي لبنان حيث يستفيد منه أكثر من مائة ألف مقيم في ثمان عشرة بلدة في القضاء وساهمت الوكالة الأمريكية بنحو ثلاثمائة وثمانين ألف دولار لتشغيل هذا المركز ووعدت بدعم المزيد من المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة للناس والبيئة ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتخاذ إجراءات طموحة بالتنسيق مع الجميع للتسجيع على فرز المواد القابلة لإعادة التدوير كجزء من الإدارة السليمة للنفايات الصلبة وتحقيق نتائج التنمية المستدامة للناس والبيئة هذا التمويل الأمريكي الجديد الذي يأتي ضمن برنامج دعم المجتمع المحلي يؤازر استراتيجية وزارة البيئة اللبنانية لتحسين فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير فضلا عن تعزيز اللامركزية ودور السلطات المحلية في إدارة النفايات الصلبة يؤس إيد مشكورة تتمول وتدعم هكذا مشاريع مع البلديات وهذا الشيء رح نعممه أكثر وأكثر بكثير من المناطق قريبا ببيروت رح يكون فيه 8 أو 9 مراكز شبيهة بهذه المنشأة رح يكون فيه أيضا إعادة تشغيل معمل الفرز على هذه القصص أساس الفرز من المصدر البلدية تجمعهم وترجع تخضهم على إعادة تصنيعهم الدعم الأمريكي يتيح أيضا توفير فرص عمل وتدريب أكثر من 500 طالب جامعي في الشمال اللبناني على الأنشطة المتعلقة بفرز النفايات من المصدر كانت لميز جامعات كثير خلتنا ناخد إكسبرينس حلوي سكلزة تعلمنا هنا أصيص ما كنا نعرف نعملها قبل صرنا نعرف نعملها هذا الشيء كان كثير يعني إكسبرينس كانت عن جد كثير حلوي نحن عم نأمي كمان فرص عمل لعالم بيشتغله بمعمل مش بنسين وأميون وهذا الشيء كمان عم بيساعد للسستينابلتي طبع هذا المعمل برنامج دعم المجتمع المحلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2020 يشمل عشرة مشاريع لإدارة النفايات الصلبة بقيمة 960 ألف دولار واستفاد منها أكثر من 300 ألف شخص في مجتمعات مهمشة لمناطق الشمال اللبناني حص وازنة في دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تعزيز التوازن الإنمائي أسوة بسائر المناطق اللبنانية وليام عزام الحرة من الكورة شمال لبنان